معاناة أمي فيصل في واحد من مخيمات إدلب مع ابنها مستمرة منذ ثلاث سنوات اضطرابات نفسية حولته إلى طفل انطوائي غير راغب باللاعب أو الدراسة حتى أصبحت حالته محطة اهتمام ومتابعة من قبل معظم الأطباء والمرشدين النفسيين في المدينة يصار يخاف من كل شيء بالليل ما يستجري يطلع أحيانا هو نايم في غصر يبكي هيك يصيح خايف ما بعرف عرف شوف منامي وأخذت على أكثر من دكتور قال لي ابنك صيبت عقدة نفسية ابنك عمالة الطفل والبحث المضني عن لقمة العيش وحمل مسؤولية الأسرة باكرا ظروف تنحى بالطفل نحو حياة الكبار لكن من دون خبرة لتظل عاملا نفسيا ضاغطا يرافقه طوال العمر ناهيك عن الأمية التي تفشت بين الأطفال كما تشير شبكة حراس الطفولة بعد أن كان بلدهم قبل الحرب يتمتع بمعدل تعليمي متقدم بين الدول العربية 2.1 مليون طفل موجودين خارج التعليم والأطفال الموجودين ضمن التعليم في 30% منهم تقريبا عم يكونوا موجودين ببيئات تعليمي ما نصالح على التعليم مثل بيئة مخيمات أو بيئات في العراء عم يتعلموا تحت الأشجار يرى أخصائيون نفسيون أن عمالة الأطفال من الظواهر الأكثر خطورة التي تترك أثرا سلبيا على المجتمع عامة وعلى الأطفال خاصة إذ يهدد العمل سلامة وصحة الطفل الذي قد يتعرض للاستغلال من قبل أرباب العمل بسبب ضعفه وصغر سنه اليوم لما الطفل بدي يشوف أمامه عالم نتيجة القصف قطعت إيديها أو استشهدوا أو كانوا تحت الأنقاض فهي كلها ممكن تعمل أنه مرض اسمه اضطراب مع بعض الصدمة تشير تقديرات منظمة اليونسيف في تقريرها الصادر في مارس من العام الجاري إلى أن نحو 90% من الأطفال السوريين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية بزيادة بلغت نسبتها نحو 20% مقارنة بالعام الماضي وتحذر المنظمة من المخاطر المستمرة التي يتعرض لها الأطفال السوريون في مختلف المناطق السورية داعية أطراف النزاع للامتناع عن الهجمات على الأطفال والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات ألقت الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في سوريا بظلالها الثقيلة على السكان ونال الأطفال الحصة الأكبر منها فلم تكتفي بحرمانهم من أبسط حقوقهم وهو العيش بأمان بل ولدت لديهم مشاكل اجتماعية ونفسية ربما لن تفارقهم حتى بعد نهاية الحرب يمان السيد الحرة محافظة إدلب